من اليوم لا تستطيع التحضير لديكم حلوة دوازتي تجي رائعة والأهم انها توجد دفعة واحدة وغير في عشر ديال دقائق تتبع معها الوصف سوف نحتاج 4 حبات البيض نضيف لهم كاس ديال السكر ساندة او سكر خاشن و نمزجهم مع بعضياتهم من بعد نضيف 1 قبيصة صغيرة ديال الملحة و نصف ديال السيت نباتية و سوف نمزج هذه المكونات مزيان مع بعضياتهم و من بعد نضيف جوج ديال الفلون بالمداق ديال الشوكولاتة اما كتضيف فلون او لاجوج معالقة كبار ديال الشوكولاتة تكون نوعية جيدة باش هكا تعتكم المداقب بنين في الحلوة سوف نفرغون بهذه الشكل و نعود نمزج هذه المكونات باش ندوزهم مباشرة و نضيفه الدقيق بالنسبة لمجموع ديال الدقيق حتاجيت ربعة ديال الكيسان واربع هنا يكن دير غير ربعة ديال الكيسان مع جوج خمارة ديال الحلوة كل واحدة الوزن دياله 8 جرام غادي نجمع العجين ديالي و غادي نلقاها مازان خفيفة و غادي نضيف ربع كاس اخر ديال الدقيق بالنسبة لهاد العجين إلا و تتحصلوا على نتيجة زوينة فما كان قصحوهاش نهائيا غادي نوريكم القوام ديال كيفاش كيكون كتكون كتلتاصق في اليدين و خفيفة باش هكا يجينا ذاك الحلوة ديالنا جناطرية و ما تجيناش قاسحة شوفوا معي القوام اللي حصلت عليه ديال العجين شوفوا كيفاش كتلتاصق في اليدين ضروري كتغسلوا يديكم و كتدهنوها بالزيت عاد كتراجعوا تبسطوها في اللاطة بالنسبة اللاطة ديالي فرشت لها ورقتها و دهنتوا بالزيت والقياس ديال هاد اللاطة 37 سنتيم على 27 سنتيم تقدرو تديرو لاطة صغر منها غير بشوية ولكن ما تديروش لاطة كبر منها باش هكا ما تجيكم مش ديك الحلوة ديالكم رقيقة كتر من القياس كسافي كان بسط الحلوة ديالي و كان حاول انني ندير واحد سباتيول هكا باش كان حيد هذو كل الاتار ديال الاصابع ديالي و كان تقبها تقوب هكا اللي كيكونوا موزعين خفاف على الحلوة و كان دخلها الفران على 180 درجة نار من الاعلى و من الاسفل كتخت قريبا 20 دقيقة حتى نساعة ما نخلي واش قصاح باش بقى النطرية طفي كان خرجها من الفران كان ضيف لها طبقة ديال شوكولاتة بيضاء شوكولاتة بيضاء عادية دوبتها فقط يعني في حمام مائي بدون اضافات نهائيا كان حاول انني نوزع هذك الشوكولات بها الشكل هذا او تستعملوا غير ملعقة مهم كتوزعوهم زيان و كان جيب شوكولاتة سوداء احتى اللي كان كون دوبتها كان ديره في واحد الكيس بلاستيكي و كان شكل اه يعني بهالطريقة هذي اللي كتلاحظوا معي ما فش ما غادي نسميها مهم كتخليوها فوق من سطح العمل على الاقل واحد روبع ساعة حتى كيتماسك هذك الشوكولاتة عاد من بعد كتدوزو تتقطعوها ضروري كتخليوها غير فوق من سطح العمل ما تدروهاش في التلاجة بش ما يقصحش لكم انتك الشوكولات كتر من القياس و كي بذك يتهرس حتى كتقطعوها عاد من بعد كتدروها في التلاجة بش كيتماسك صاف هنا كيف ما كتلاحظوا معي كنزيد كنقطعها بشكل مائل و كنقدمها شوفوا ما شاء الله الكيمية و مقارنة مع المكونات راه كيمية وفيرة و كيمية مهمة جربوها بصحة و راحة و الى اللقاء